بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله النهاردة في بارت 6 هنبتدي نتكلم على الـ Square Footing أو القاعدة اللي على شكل مربع وده نوع من أنواع الـ Isolated Footing اللي هي من Chapter 3 من Course Foundations Engineering 1 لطلبة كلية الهندسة جمعة الملك خالد المستوى الثامن في قسم الهندسة المدنية إيه موضوع الـ Square Footing ديت بنقول الـ Isolated Spread Footing Under Individual Columns دي بنعمل لها إيه قعدة منفصلة يعني عندي عمود لوحده كده هوت بنعمله قعدة منفصلة بالشكل اللي انت شايفه دوت أدي الفوتينج وأدي العمود في النص الـ Isolated Footing ده ممكن يكون Square يعني B في B زي ما انت شايفه لما العمود يبقى ماله مربع وممكن يكون مستطيل لو كانت القاعدة مالها مستطيلة وممكن يكون كمان إيه دائري القاعدة الـ Isolated ديت ممكن تكون Flat زي ما انتوا شايفينها قاعدة عادية خالص وممكن تكون القاعدة نفسها عاملة steps بالشكل دوت وده عشان يقاوم البانشنج خايف ان العمود يعمل له البانشنج للقاعدة وممكن نعملها بالشكل ده بس ده بيبقى صعب شوية فيه التنفيذ انه يبقى فيه سلوب بحيث ان الـ Dips هنا يبقى زيادة هنا مفيش moment moment to 1000 عشان كده محتاج هنا Dips كبير بالشكل ده وكمان عشان البانشنج بتاعي يعني لو انت بصيت كده ده موقع لو تبص دي عمود لوحده عمود لوحده خالص طيب 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 ما عمود لوحده هنا هو رحت عملت له isolated footing بالشكل ده ده برضك نفس الكلام عمود لوحده مش عمود جار خلي بالك لو عمود جار ما ينفعش السيسم اللي موجود ده لكن هو عمود منفصل لوحده كده فانا عملت له القاعدة بتاعته خلي بالك ان العمود ده لسه متقفلش عشان كده متقولش ان العمود ده جاي بميل لأ ده ده الايه الشدة الخشبية بتاعت العمود هتخش جوه هنا فهتبقى زي العمود ده في النص بالزبط ان شاء الله في الاجزاء القادمة هنبتدي ناخد خطوات تصميم ال isolated او square footing شكرا شكرا اشتركوا في القناة